اشتركوا في القناة 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 في مرحلة اخرى هامة بمسيرة التعاون البحريني السعودي يستلهم زخم التوجيهات السديدة والسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية نحو تعزيز مسيرة البناء والتكامل وفقا لرؤى واستراتيجيات واضحة المعالم ان احداث انطلاق فاعل لاقتصاداتنا هي متحققة اليوم في ضوء الرؤى الاقتصادية لكل البلدين والتي بدأت تأخذ زخما واهمية متنامية وثقة متزايدة في مختلف البرامج التنموية لما تستند اليه من اسس ومبادئ واستراتيجيات تشكل ضرورة مهمة نحو زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتنوعه واستدامته لصالح المواطنين ان الخطوات الجادة التي يتخذها كلا البلدين نحو تأكيد دور التنمية المستدامة وتنوع مصادر الدخل ووضع التشريعات والنظم المحفزة للاستثمار تماثل رؤى مشتركة يجب الاستفادة منها نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في رفع مؤشرات التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة وان البلدين الشقيقين يملكان العديد من اوجه التكامل والترابط وان هذه المسيرة المباركة من التعاون المثمر والبناء تمثل المموذجا يحتذا به للتكامل الذي نتطلع اليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واطلاق مشاريع مشتركة تصب في مصلحة التكامل والترابط بين دول المجلس في كافة القطاعات ولا يفوتني في هذه المناسبة ان اشيد بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل حكمة قيادتها في دعم مسيرة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم منظومته الجامعة ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني على المستويين الخليجي والعربي لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي والذي عكس قدرتنا على مواجهة التحديات لحفظ مكتسباتنا الوطنية والدفاع عن أمتنا وهويتنا العربية الإسلامية الجامعة إن هذه الزيارة ستسمو بلا شك في توثيق عرى الأخوة وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين بلدين الشقيقين انطلاقا من العلاقات القوية الراسخة التي تجمعهما داعين الله عز وجل أن يديم على المملكتين وشعبيهما الشقيقين نعمة الأمن والرخى هذا وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس روزراء أن الارتباط التاريخي بين مملكة البحرين والمملكة العربية الشقيقة مثل محورا مهما ارتكزت عليه طبيعة علاقات البلدين التي أضحت نموذجا متميزا للعلاقات العربية العربية تتجدد خلالها رغبات التطوير وآفاقه المختلفة بثوابت وأسس راسخة تتجلى فيها الانعكاس الحقيقي للتقارب بين المملكتين الشقيقتين قيادة وشعبا في ظل ما تلقاه هذه العلاقات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخي خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه مالله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقصر الملك سعود اليوم حيث أعرب سموه عن تقدير البحرين ملكا وحكومة وشعبا للقيادة السعودية على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم ومساندة ومتميزة ولمواقفها الثابتة والمشرفة تجاه مملكة البحرين مشيرا سموه إلى أن التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين هو جانب نحرص على تأكيده في إطار العلاقات المميزة والمتينة لكل ما يعزز التعاون الاستراتيجي للعلاقات البحرينية السعودية وما يسهم به من فرص واعدة وما يرتبط بها من تحديات على مختلف المستويات وأبد سموه اعتزازه بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيادة العمل المشترك الذي أسهم في درء المخاطر بجهودها إلى جانب الدول الشقيقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة وإسهامها الفاعل في الجهود الدولية المتصلة بمكافحة إرهاب وتشفيف منابعه متمنيا سموه للعلاقات بين البلدين اتراض التقدم والنماء نحو كل ما يسهم في تعزيز عرى التعاون الثنائي والانطلاق إلى أفاق أرحب بما يعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مادوبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايب عبد العزيز أهل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقصر الملك سعود تكريما لسموه والوفد المرافق ترجمة نانسي قنقر